السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معنا في اول فيديو في الانترميدية اكاونتنج كورس او كورس المحاسبة المتوسطة الكورس ده مخصص لطلاب الفرقة الاولى شعبة اللغة الانجليزية في الفصل الدراسي الثاني الكورس ده يتدرس من كتاب الانترميدية اكاونتنج اه اي فر اس ادشن واشاء الله في الفيديو ده هنعرف مقدمة عن الكورس هندرس اي في الكورس ده وهنعرف ايه الفرق ما بين الكورس والكورس احنا خلينا الترميل اللي فات اللي هو السيات المحاسبة ونعرف برضو في الفيديو ده ايه هو وايه الفرق ما بين الافر اس ويبتلق مع بعض دلوقتي اول حاجة عاوزين نعرف ايه الفرق ما بين الكورس ده والكورس بتوع الترميل اللي فات زي ما احنا شايفين الكتاب على ايدك مين اللي هو الاكاونتنج ب stanie دهど احنا خدنا الترميل اللي فات والانتميديات اكاونتنج على ايدك هاتي قريريش مال ده colors ده الكتاب بتاعنا في الترميل ده طالوا له حيث هو منافس لايه نفس المؤلفين نفس المؤلفين مضايروش طب ايه الفرق ما بين الكورس الان نحن اخلا نتعمل الفات في الاكاونتنج برينسبل هي اكاونتنج سايكلز والترانزاكشن وزي نسجد نعم الريكوردنج للترانزاكشن والفايف واللايف والالانس والاكاونت والكلام كله هيضغير لا ما في الاكاونتنج هو بديك نفس الكلام ده بس بتوصه اكتر لبعمك اكتر فعش كنسمون محاسبة المتوسطة ده اعتبر عسيات فان هديك بعمك اكتر عشان تفهموا اكتر طيب نبتدي مع بعض اول حاجة لازم نعرف ايه هي الاكاونتنج. احنا عارفين طبعا ايه هي الاكاونتنج ينوطل لكم الاحاونتنج هي عبارة عن ايه عبارة عن لغة ا تزال لغة بسنس واي لغة بتعمل ايه لها وظائف لها تلات وظائف اسسية زي ما احنا شايفين يعني الخصائص الاسسية المحاسبة هي ايه بتعمل بتعرف الحاجة بالتقييس الحاجة ومن كده بتوصل الحاجة بتوصل ايه بقى ايه الحاجات اللي هي بتوصلها وبتقسها وبتسجلها بتوصل المعلومات المالية طيب المعلومات المالية دي بتتعت مين بتاعت المؤسسة بتاعتنا الى الاجتماعات الاقتصادية طيب بيتوصل المعلومات دي المين للانترستل بارتز وفي حالة الانترستل بارتز اللي هما الناس او من الاطراف المهتمين الاطراف البراء الشركة اللي هما الاكسترنال بارتز طيب نبص مع بعض في الانترستل بارتز المحاسبة المالية هي العملية التي تنتهي بتحضير او التقارير المالية طب يعني احنا اول مرة نشوف مع بعض احنا عارفين طب ايه الفرما من انا نعرفها مع بعض دلوقتي طب هي العملية التي تنتهي بتحضير الفينانشل ريبورس دي بتاعت الايه المؤسسة طب مين اللي هيستخدم الفينانشل ريبورس الى الاكسترنال بارتز فاحد دلوقتي عايزين نعرف ايه الفرق ما بين الفينانشل ريبورس والفينانشل ستاتمينس طيب الفينانشل ريبورس الفينانشل ريبورس تشمل الفينانشل اللي هم خمسة وتشمل اخر تشمل معلومات مانية اخرى طيب احنا عارفينهم احنا اخذنا التلمي اللي فات اخذنا الانكم بيطلع منها الانكم بيروح الانكم بيطلع منها الانديم كابيتل بيروح البيانس شيت دي قلت اللي اخذنا منه الترفات واخذنا برضو كاسما فقط وعيفنا الساتمينة معناها قوامة التفقات النقضية واخر حاجة معنا النوتس او النوتس دي او منها الافصحات الافصحات دي تعتبر جزء من القوائم المالية في الافصحات دي المحاسب بيكتب بيكتب معلومات تخص الافصحات الافصحات العامينة لالانكم بالانس شيت والا shifted بيكتب مسلا فيها المسوز اللي احنا استخدمنا هاستخدمنا الافصحات الفو الافو او اذا حسبنا الافصحات فيكتب معلومات تخص الارقام اللي اتحسبت جوه الافصحات التانية دي قائمة التأفقات النقدية اللي هو بتوضح لك الكاش اللي دخل لشركة هو اللي خرج اللي خارج من الشركة والتغير اللي حصل في الكاش عامة في الشركة بتاعتنا اللي سيتم دوسكاش فيه دي هندرسها بالتفصيل في الكورس بتاعنا طيب احنا كده عرفنا في الفاير فاينانشل استاتماتز ايه المعلومات المالية الاخرى المش موجودة في الفاينانشل استاتماتز قالك فيه معلومات تانية مش هازم تكون ارقام زي ايه قالك ممكن انت تابع تقرير المالي بتلاقي فيه خطاب رئيس مجلس الادارة او خطاب الادارة ده الايه ده بالادارة بتكتب خطاب موجه موجه للمستثمرين احنا في السنة دي عملنا كزا والشركة كسبت كزا وتوسعنا في المنطقة دي وفتحنا فرع في البلد دي ووسعنا البزنس بتاعنا ويشمل كزا حاجة فبيدهم معلومات مش لازم ارقام بس معلومات تهم لايه تهم المستثمرين بيدهم اخبار ومعلومات فالادار فانانشا الانفورميشن دي زي ما احنا شايفين تشمل اللي هو بريزينت سليتر او المانيج منت فوركاست وقعات الادارة او النيوز الاخبار طيب الفانانش ريبور دي بتروح لمن في الاخر بتروح للاكسترنال يوزرز تمام الاكسترنال يوزرز زغط كتير جدا اي حد ببرا الشركة نعتبره ايه نعتبره اكسترنال يوزرز يعني المستثمر دي اكسترنال يوزرز البنك اللي هيسلفنا اكسترنال يوزرز المنافسين بتوعنا يعتبر اكسترنال يوزرز عندك الحكومة تعتبر اكسترنال يوزرز اي حد برا الشركة يعتبر ايه اكسترنال يوزرز طيب بس احنا في الكورس ده هنركز على اتنين بس ايه هم الناس اللي هتستثمر عندنا والناس اللي هتسلفنا فدولة يعتبروا المين اكسترنال يوزرز دوت ال اكسترنال يوزرز الاسسين اللي احنا ايه بنركز عليهم طيب دلوقتي عايزين نعرف انواع البيزنس ارجانيزيشن اذا ممكن نقسم الشركات لانه ممكن نقسم الشركات لثلاث انواع احنا اخدناهم الترمي اللي فات sole proprietorship, partnerships, corporation sole proprietorship لها اونر واحد, partnership لها اثنين او اكتر corporations لها owners كتير فبينزميها شركات اموال وكل نصيب كل اونر بتمثل في السعب الاشتراع فالاختلاف بين الثلاث انواع دولار من الشركات بقى في الاسستس ولا في الابلتز ولا في الاكوتي لان الاختلاف بقى في جهة الاكوتي يعني احنا بصينا على accounting equation assets يقول لابلتز بلاس اكوتي الاسس مش تتغير في الثلاث انواع الابلتز هي هي في الثلاث شركات الاكوتي جهة الاكوتي هي اللي تتغير من الشركة للتانية يعني احنا لو بصينا على بعض الجهة الاكوتي في الـ balance sheet بتاع الثلاث شركات دولار لو بصينا على الـ sole proprietor shop هتلاقي فيه owner واحد اللي هو احمد captain captain بتاع اونر واحد طيب في الpartner shop هتلاقي اثنين او اكتر هتلاقي اثنين او اكتر في جهة الاكوتي ده بيسموه حقوق الملاك منع في الـ corporations شركات الاموال احنا قلنا ان شركات الاموال دي بيقاليها owners كتير وكل اونر بتمثل نصيبه في شركة في شكل ايه في شكل سهم يعني الشركة دي بتطرح اسهم السهم مثلا مكتوب عليه 100 جنيه لو انت اشتريت السهم بتاع الشركة دي اللي هو مكتوب عليه 100 جنيه معناها انت استثمرت في الشركة كام استثمرت في الشركة 100 جنيه فبيسموه stockholders equity لانا دلوقتي الـ owners بقعوا ايه حاملية اسهم فبنقولش حقوق لملاكلة بنقول حقوق حاملية الاسهم طيب الاستوكولدرز ايه كوتي دي بتتقسم لحاجتين ايه اللي هو paid in capital رأس المال المدفوه ورتيندررننج اللي هي الايه العرباح المحتجزة تمام طيب احنا قلنا دلوقتي الحاملية الاسهم اي حد عيس يستثمر في الشركة بيروح يجيب ايه بيروح يجيب سهم فمن بيجيب سهم بيدفع رأس المال للشركة الفلوس اللي هو بيدفعها دي بتسجل فين في الشركة في جهة الايكوتي طيب في الايكوتي في الـ paid in capital رأس المال المدفوه ده رأس المال اللي دفعوا حاملية الاسهم عشان يستثمروا في الايه في الشركة طيب ايه الـ returned earning او ايه هي الارباح المحتجزة احنا دلوقتي عندنا الشركة اشتغلت سالة الفياتات وحقيت net income هنفترض لهو 100 الف فلمشاكل حقيت net income 100 الف حاملية الاسهم قالك احنا مستثمرين في الشركة وحقنا ناخد جزء من الـ 100 الف ايه احنا عوضين توزيعات احنا مش مستثمرين لله او للوطن فخلص الشركة قلية انا احنا وضع لكم الـ 100 الف احنا وضع لكم 20 الف ايه توزيعات ارباح دي كجزء من الارباح دي بيسموها توزيعات ارباح او بالانجليزي هنعرفها قدام اسمها dividends توزيعات ارباح طيب في الـ 100 الف احنا وضعنا منهم 20 الف المين لحاملية الاسهم فضل منهم كام 80 الف 80 الف دي احنا شركة موزعتاش عشان الشركة عايزة تخلي جزء من الارباح دي جوه شركة عشان ايه تكبر عشان اكبر تكبر نفسها يعني لو الشركة كل بتوزيع كل ارباحها الشركة مش تكبر تفضل زي ما هي فاحنا لازم ايه منوزعشن الـ income كله ونختفز بجزء بيسموه الارباح المحتجزة الارباح المحتجزة دي بتسجل فين في الاكوتي لان هي كده كده نصيب من نصيب الـ owners بس بنفصلها في بندل واحد وهنسميه الارباح المحتجزة طبعا احنا في الـ الارباح المحتجزة هنركز كمان على الـ هنعرف بالتفصيل الـ المتعلقة بالكروبريشن فاش هبتعرف يفتقين ان شاء الله تمام احنا اقدل لكم الكروبريشن دي هنركز عليها احنا الكروبريشن اي شركة زي ما احنا شايفين بتجيب مصادر التمويل بيجيبها من اين يا من الـ من الايكوتي اما حد هستثمر في الشركة اما في حد ايه هيسلف الشركة ان الشركة حد هستثمر فيها او شركة هتسترف من حد بره فسورس اوف فانز اللي بتيجي للكروبريشن بتعمل ايه الناس البرا الشركة واكيد التمويل بتاع الشركة هيجي من الناس البرا واحنا قلنا الـ كنا قسمناهم ايه نوعين اساسيين ايه هما انفستورز ولندر واحد هستثمر في الشركة واحد ايه هيسلف الشركة انا قلت لكم اللي عايز يستثمر في الشركة بيستثمر فيها ازاي عن طريق الهو بروح يشتري ايه يشتري سهم السهم ده باسمه ايه الانجليزي share او stock بيسميه سهم او اسهم او استثمر في الشركة روح يشتري الاسهم بتاعته فلما تشتري السهم يتبقى انت بقيت ايه بقيت اونر وهنا الفلوس اللي دفعتها دي هتساجل فين في الشركة في جهات الايكوتي اللي هي الاستوكهولدرز ايكوتي فاني اجيه حتة بزوط فلسطوكهولدرز ايكوتي البعيد in capital طيب دلوقتي الشركة قالت لي انا مش عايز حد يستثمر عندي انا مش عايز حد يستثمر عندي انا عايز استلف فالشركة ممكن تروح تستلف من ايه من البنك هتقولي تروح تستلف من البنك بس مشكلة البنك اللي هو بيحط شروط كتير البنك دائما بيحط قيود كتير على الشركة فالكوربريشن اقلت لك طب انا اقلي خلينا روح للبنك طب انا بخلي الناس تستثمر عندي عن طريق لنا بطبئ بطرح ورقة بساميها ايه الورقة دي مكتب عليها 100 جنيه انت لو اشترت الورقة دي بق انت إيه سا سمارت عندي كام 100 جنيه اكتب ان احامل نفس الكلام انها استلف بنفس الطريقة ازاي انا هعمل ورقة هكتب عليها 100 جنيه الفايدة 10 في المية لمدة 3 سنين معناها انت لو اشترت الورقة دي انت هتسلفني 100 جنيه لمدة 3 سنين وانا هديك كفايدة كام 10% تمام فايدة كام ممكن استلف بنفس الطريقة بس مش هنسمي الورقة دي بقى شير لا ده انت الورقة اللي انت تشتريها عشان تستسميها هنسميها شير سه طيب انت بقى لو عايز تسلف في الشركة تشتري ايه تشتري بونز ان الشركة بتيجي تسلف عن طريق البونز او السندات البونز دي هي نفس الشيرز بس الورقة بتاعت البونز بتقولك انت مسلف الشركة وليك ايه وليك فايدة وتي اخد فلوسك في الاخر بعد الفترة المحدده من الشيرز دي بتقولك انت مسسمي عندي كذا وانت بيت ايه اونر فلوسك مش هترجع لك تاني انت بخاص بيت مسسمي في الشركة طيب الهشتري بونز ده يعتبر ايه بالنسبة للشركة يعتبر كريدتور ده خلاص بقى بيداين الشركة يعتبر كريدتور يعني الشركة هتسجله فين عندها هتسجله في الاسيت هتسجله في اللابيلتز وفي الاكوتي اكيد مش هتسجله في الاكوتي الاكوتي ده للمين للأونر الشركة لما تبقى مديونة بتسجلها فين في اللايابلتز التزامات على الشركة فهنسجلها لما شركة تستالف عن طريق البونز الشركة بتسجل الكلام ده فين في البونز بابل جهة الايه جهة اللايابلتز عندي التزامات على الشركة والشركة هتضطر يتراجع الفلوس دي قدام طبعا الكلام ده كله هناخده برضه في الايه في الكورس بتاعنا انا بديك كل دي شوية مفاهيم هتساعدك قدام في الكورس طيب احنا دلوقتي قلنا والساحر واليستوك يعتبروا ايه يعتبروا اور bureaucracy الورقة دي بتقولك انت استثمرت في الشركة والورقة دي بتقولك انت ايه سلفت الشركة فبيسموها اوراق مالية بيسموها ايه اوراق مالية طيب الاوراق دي انت لما تحب انت دلوقتي كمستثمر او كالندر اي انت واحد الستثمر دلوقتي الاوراق دي تشتجبها منين هكذا انا هتروح تسهل عليها فين قالك بيقاليها سوق دي ما تحب تشتري حاجة بتروحي ليه بتروحي السوق قالك طب السوق ده هنسميه قالك ده سوق ده هنسميه سوق رأس المال لان ده السوق اللي الشركة بتطرح فيه بتطرح فيه الاسهم او البونز عشان تجمع ايه رأس مال الشركة عايزة رأس مال ممكن تطرح اسهم عشان يبقى الناس يساس من عندها او ممكن تطرح بونز عشان هي تستلف من الناس فبيسموه اللي ايه سوق رأس المال تمام يبا احنا دلوقتي عرفنا ايه هي الشيرز ايه هي البونز واعرفنا ايه هو الكابيتال ماركتز اللي هو اسواق رأس المال طب عاوزين نعرف ايه الفرق ما بين الكابيتال ماركتز ايه العلاقة الكابيتال ماركتز بالاكاونتينج ستاندرز اللي علاقة بين الاثنين دولت ايه علاقة اسواق رأس المال بمعايير محاسبة نشوف مع بعض دلوقتي هنفترض اللي احنا عندنا اللي انت مستثمر امريكي طبعا في امريكا ليهم سوق لرأس المال برضو ففي امريكا عندهم او سوق رأس المال الامريكي سوق رأس المال الامريكي ده المستثمر الامريكا ما يحب يستثمر بينزل السوق ده يقدامه ايه؟ قدامه لكل الشيرز لكل الشركات الامريكية يختر ما بينهم ويحدد هو هستثمر فين؟ فهنفترض اللي فيه مسثمر امريكيا نزل السوق لا قدامه تلات شركات لا قدامه شركة قبل لا قدامه شركة مايكروسوفت لا قدامه شركة شركة هنقول مثلا دل أبل ومايكروسوفت ودل او أبل maicrous golf جوجل مثلا. فهو عاوزك ايه? عاوزي قرمة من ثلاث شركات دولة. هو هيستثمر او هيشتري شيرز بتاعت اي شركة من ثلاث شركات دولة. هيعمل ايه? هتقول انك هارن? هتكارن ازاي? قلت لها خلاص نروح لكل شركة نشوف الفاينانشال استثماتها. ونشوف النت انكم بتاع كل شركة. من اي شركة حققت نت انكم اعلى. نشوف الاسس بتاع كل شركة من اي شركة عندها اساس اعلى من التانية. ونقربة بين الايه? ما بدي تلاث شركات دولة. اللي هم من ابل مايكروسوفت وجوجل. جميل. طيب انا قلت لك بقى ان التلاث شركات دولة ما بيستخدموش نفس الايه? نفس المحاسبة. يعني انت عندك شركة ابل بتستخدم اكاونتنج مختلف عن الاكاونتنج بتاع شركة مايكروسوفت. مختلف عن الاكاونتنج بتاع شركة ايه? جوجل. هتعرف تكارن? هتقول لي لا طبعا. مختلفة مستخدمة محاسبة مختلفة ديها الشركات التاني. عشان كده قال format nih ايه? قال لك احنا لازم نعمل معايير محاسبة. معايير المحاسبة. دي المعايير اللي علي الشركات هتمشي عليها. عشان نقدر ايه? نقدر نقارن مبین الفنانشل الساسنتبيات بتاقتهم. مالاو كل واحدة اطلع فنانشل الساسنتبيات هلمزاجه مش هنرهف نقارد. فدلي كحل احنا احنا نعمل اكاونتنج ستاندرز هنعمل معايير محاسبة. معايير المحاسبة دي الشركات تمشي عليها عشان نقدر نقرر ما بينه ففي امريكا روح عمله معايير سموها الـ US GAP معايير المحاسبة المتفق عليها تمام نفس الكلام في مصر احنا عندنا في مصر في سوق رأس مال Egyptian Capital Market طيب في الـ Egyptian Capital Market انت مستثمر مصري ينزل لقدامه اسهم لشركة توشيبا شركة حديد از شركة الشوربقي فعاوز يقرر ما بين ثلاثة فلازم يكون في معايير تقدر تخلينا نقارب ما بين Financial Statements بتاع الثلاثة شركات دولت فاحنا عندنا في مصر عندنا عملنا معايير محاسبة اسمينها الـ Egyptian Accounting Standards او معايير المحاسبة المصرية وها كذا في ألمانيا وكذا في انجلترا وفي اليابان كل دولة ما تلاها معايير محاسبة بس حصل حاجة بقى الكم ده كان شغال كويس جدا لغاية ما حصلت Globalization عولما عولما ايه بقى في Global Market بقى في اسواق عالمية يعني المستثمر في مصر عاوز يشتري اسهم وعاوز يستثمر في شركات في أمريكا او شركات في ألمانيا او شركات في انجلترا فالمستثمر المستثمر البقد أدامه وادامو كذا الشركة من كذا ايه ؟ 아직 signaling مستثمر مصري و ادامو شركة مثلا ابل من امريكا و ادامو شركة بيم دابیو من المانيا و يدامو شركة حديداعز منوصر حاصل سيدك ها يوني لوقا ازุ علام 180 هذه في دل sonic af 주는 شركة لhoven Tea مشي على المعايير الأمريكية يا الشركة اللي بالعمال عELLE bekommen اول مصر في مرغوش مع المعايير tratت أزداخل معاه المصري فدا و ليس يمكن يا قارن فقال لك لما هبقى في global markets قال لك حنا لازم نعمل ايه بقى لازم نعمل معايير موحدة لازم نوحد المعايير معايير اللي هي الشركات العالمية لازم تمشي عليه يعني اي شركة عالمية هتستمر او هيبقى هتطرح الاسواب بتاعتها في الاسواب العالمية تمشي المعايير دي حشان يقدر نقارن بينه فعملوا unified standards معايير موحدة ساموها هيبقى ساموها IFRS إختصار للا ايه International Financial Reporting Standards او معايير التقارير المالية الدولية طيب المعايير لتقارير المالية الدولية دي دي المعايير العالمية اللي هن ايه شركات لازم تمشي عليها عشان ايه تطرح الاسواب بتاعتها او السندات في ايه في global markets طيب المية مسؤول عن المعايير دي لازم يكون فيه مؤسسة او منظمة مسؤولة عن المعايير دي اللي هيتعدل عليها او تطرح معايير جديدة فالمؤسسة المسؤولة عن IFRS ساموها ليه ASP او International Accounting Standard Board اللي هو مجلس معايير المحاسبة الدولية فحنا دلوقتي الكتاب بتاعنا طبعا بيركز على المعايير الدولية دي وطبعا ده الاتجاه الاتجاه دلوقتي في العالم كله اللي كل الشركات بتعاوز ايه تركز على IFRS فكل الدول دلوقتي بتحاول تخلي المعايير بتاعتها شبه الايه شبه المعايير الدولية طيب دلوقتي عرفنا الاسب ده المجلس اللي ايه ده المجلس المعاييري الدولية المسؤول عن ال ايه عن ال IFRS بس الاسب ده مش مسؤول عن ايه ال IFRS بس ده مسؤول عن ثلاث حاجات الاجزاء IASP Issues Three Major Types of Pronouncing يعني مسؤول عن ثلاث حاجات أسية ايه هم قللك اول حاجة المعايير دي حاجة بده هي احنا سألنا ال International Financial Reporting Standards تمام طب ايه حاجتين تانيين قللك ال Conceptual Framework وال Interpretation طب نبص على ال Interpretation ال Interpretation دي سهلة اضاحات يعني ايه ان هو بيطلع اضاحات للمعايير نفسها وبيطلع معايير وساعة المعايير ميبقاش واضح او في ناس مش فهمه فيطلع له ايه طلع له اضاحات بتوضحه قبل تشرح المعايير احنا ايه لازم طلعين فاحنا دلوقتي فهمنا ال International Financial Reporting Standards وعرفنا الايه عاوزين نعرف معابد ايه هو Conceptual Framework ايه هو الاطار النظري المحاسبة المالية الهو Conceptual Framework for Financial Reporting ده موضوعنا فاول شابتر عليكو في الكورس ده اللي هو شابتر 2 بتكلم على الايه على Conceptual Framework for Financial Reporting او الاطار النظري للايه بالتكارير المالية طبعا ده شكل اللي قدامكو شكل المثلس ده هو شكل الايه Conceptual Framework وانا اعرفه مع بعض ان شاء الله بس قبل ما ندخل في تفصيل Conceptual Framework عاوزين نعرف ايه هو Conceptual Framework وايه الفرق ما بينه وما بين الفرق او ما بين المعايير عاوزين نعرف ايه الفرق ما بين معايير المحاسبة وال Conceptual Framework ايه الفرق ما بين الاطار النظري ومعايير المحاسبة تمام ايه قالك انا شايف ابسط مثال عشان نعرف الفرق ما بين الاتنين دولت اللي احنا نشبه ال Conceptual Framework بالدستور ونشبه ال Accounting Standard بالقانون ايه الفرق ما بين الدستور والقانون طبعا نقول لكم اسمعتوا بعد صارت 25 اناير قالك في ايه قالك احنا اخذينا غير الدستور اكبرك فيه كلام كتير عن بعض المواد orns فالدستور طب طبعا نضع للقانون ونقول لك اقاع액 وعلى اساسه هنطلع للقوانين فالدستور ده بيوضع لهاك الاتجاه العام للدولة تمام؟ عشان نطلع القوانين في نفس الاتجاه بتاع بتاع الدستور من غير الدستور ده القوانين مش هتبقى ملتصق وممكن القوانين تعرض بعض ازاي؟ يعني انت عندك مثلا في مصر هتلاقي مثلا في الدستور بيقول لك مصر دولة عربية ولغطة الاساسية العربية ودينتها الاسلامية تمام؟ فهتلاقي لازم القوانين تكون ماشية عن نفس الاتجاه ده ميبقاش مثلا انت من غير الاتجاه ده هتلاقي واحد مثلا متدين قوي يجي يعمل القانون يقول لك اللي هيسرق هنقطع ايديه واحد هو كده انا اللي هيسرق هنقطع ايديه واحد تاني يجي يعمل القانون تاني اول راجل ده شايف كان قاعد برة وشايف المفروض القتل ده حاجة مش كويسة فمسلا ايه مفقه مهنة قال لك الممنوع القطل والله هي القاتل احنا مش نقتله احنا نسجنه وما ده الحقيق فدلوقتي بقتل كل قانون فيه في جهة فيه قانون بيقول لك اللي هيسرق انقطع دي وقانون تاني بيقول لك اللي هيقتل احنا مش نقتله احنا نسجنه فلازم القوانين تكون ايه تكون متسكة يعني انت ما يفعش كل قانون في جهة لان كل ما يفعش كل واحد يعمل القانون على ايه على ما زي يقول لك احنا بنعمل القانون يتماشى مع الهيه يتماشى مع دستور الاتجاه العام اللي بيحطوا الدستور بس انت ما تروح للمحكمة ومعندك مشكلة المحكمة بتحكملك بالدستور ولا بتحكملك بالقانون لا طبعا تحكملك بالقانون عشان كاي بتلاقي في المحكمة يقول لك بنائيا على قانون رقم كزا لسنت كزا هنحكم بكزا ميقول لكش بنائيا على دستور لان القوانين دي هي مبنية على دستور والدستور ده حاجة عامة ما بيواجهش المشاكل الخاصة لها ده بينتجاهها عام طيب انت ممكن ترقب انت دلوقت القوانين ليها ايه ليها اولوية فوق الدستور في المشاكل يعني في الحال العملية القوانين ليها ايه ليها الاولوية طب هتقول لي الدستور كده ملوش لازمة مغير بس اللي هو يعمل القوانين اه ده دي دي وظفته الاسية بس هنفترض انت روحت روحت المحكمة وعندك مشكلة دي مشكلة جديدة اول مرة تحصل وما فيش قوانين ليه سيدة القاضي هيعمل ايه سيدة القاضي هتطر يستخدم ايه يستخدم حكمه الشخصي بس لازم القاضي عشان يستخدم حكمه الشخصي فمشكلتك دي لازم حكمه الشخصي يكون ناشي مع الايه بقى مع الدستور سيدة يلازم هو يرجع للدستور عشان مفيش ايه مفيش قوانين تساعده ده النفس الكلام ده نهاية هي نفس الكلامة من الconceptual framework والaccounting standards لو بصيناه مع بعض بيقولك الconceptual framework sets force اعا بيقولك ايه sets for the fundamental objective and concept يعني بيحط لك الهدف الاساسي والمفاهيم الاساسيه اللي ايه بقى that the board uses developing features standards اللي هيستخدم هالبورد اني بقى اصدر اني بورد اللي هو الاسب المسؤول على معايير اللي هيستخدم هالمجلس المسؤول على المعايير عشان يعمل ايه عشان يطور معايير جديدة تمام فعشان كده اعطي لك الدستور ده اللي احنا نستخدمه عشان ايه عشان نطلع قوانين في نفس الاتجاه هنطلع قوانين جديدة فالconceptual framework ده يعتبر عليه يعتبر الهدف الرئيسي والمفاهيم الاساسيه المحاسبة اللي احنا على الاساسيه هنطلع المعايير المحاسبية هتقولي زي ايه خالك مثلا الconceptual framework احنا عارفين في حاجة اسمها الايه الgoing concern احنا نفترض ان الشركة ايه هتفضل شغالة على طول احنا اخدنا التنمية اللي فات ومش هتقفل مثلا الاسبوع اللي جايه عشان لو الشرك لو انت حسيت ان الشركة تقفل الاسبوع اللي جايه المحاسب تختلف فدي اعتبر ايه؟ يعتبر فرض من فرود الايه؟ فرض اساسي في المحاسبة احنا نفترض ان الشركة تفضل ايه؟ شغالة فالفرض ده مالوش معايير لا ده في الconceptual framework يعني ده في الدستور بتاعنا احنا نفترض في المحاسبة ان الشركة تفضل شغالة بيسموها coin concern assumption اه هتقولي زي ايه تاني؟ زي economic entity كيان الاقتصادي عشان قدركم نفترض ان ايه؟ ان الشركة كيان اقتصادي منفصل او كان منفصل عن الانر دي اعتبر فى الدستور بتاع المحاسبة ما فيش معايير بيقولك الكلام ده ما فيش كنون بيقولك الكلام ده دي حاجة في الframework في الاطار بتاع المحاسبة طيب ايه الaccounting standards ايه ما تلك الaccounting standards هي ايه؟ الguidelines اللي لازم ايه نتباحها دي القوانية اللي لازم نتباحها في اين في financial reporting ولباصلنا مع بعض دلوقتي يقولك كمان يتشابه الاطار النظري مع الدستور فهو يمثل نظام متكامل من الاهداف والأسس المترابطة التي تؤدي الى معايير محاسبة محاسبية متتصقة شفت معايير تكون في نفس الاتجاه متتصقة منها في نفس الاتجاه والتي تساعد على وصف الطبيعي ووظيفته محددات المحاسبة المالية والقوائم المالية تمام احنا دلوقتي عرفنا ايه الconceptual framework وعرفنا ايه الفرق ما بين الconceptual framework والaccounting starter نشوف تعريف الكتاب مع بعض بيقولك ايه هو الconceptual framework قالك اذا conceptual framework is a coherent set of concepts يعني هو نظام مترابط من المفاهيم هو قبارة عن مفاهيم مش قوانين دي المفاهيم بتوضح الاتجاه بتاع المحاسبة طب المفاهيم دي بتنبع من هدف يعني فيه هدف اساسي هلا اساسه بنطلع مفاهيم بتوضح لنا الاتجاه احنا ازاي نحقق الهدف ده طب العقل كده الهدف تانا هيكون ايه هيكون هدف الفناق ايه هو هدف المحاسبة اللي احنا نوصل لمعلومات المين لليوزرز الاكستنال يوزرز فده الهدف ده الobjective ونعرفه مع بعض فقال لك the objective identify the purpose of financial reporting الهدف ده هو ايه هو غرض التقارير المالية اللي احنا نسائلين وهو يتواصل لمعلومات الاكستنال يوزرز طيب المفاهيم دي اللي بتنبع من الهدف ده فايدتها ايه فقالك provide guidance يعني بتساعدنا او بتدينا بتوجهنا ليه بقى نعرف the boundaries of financial reporting حدود التقارير المالية يعني ايه اللي ندخله معنا في financial reporting ازايا ازايا اللي لازم اوضحها في financial reporting بتاعي ايه ترانز اكشن لازم تساجل الـ events اللي لازم اقولها هاوز يشوط بي اذا هاعترف اذا هسجل الترانزكشن وقسم اذا ايه عدد يفتكر كده يفتكل مثلا من التريلم اللي فات خلنا حاجه اسمها ايه امتى اعترف بالاراد او امتى اعترف بالمصروف وانا بنعترف به لما يكون مسحق علينا ومسحق علينا مش لازم يكون استلمنا فلوس او تفعالنا فلوس طيب مجرد ازاي عيسو احنا اخدنا قبل كده في الترمي اللي فات برضو في انا اخدنا اتنين قاسيين اللي هما الايه historical cost بنسجل حاجة بالتكلفة التاريخية او ال fair value اخدناها برضو الترمي اللي فات طيب الكونسبت دي برضو بتوجهنا لايه قالك ازاي انها اسجل المعلومات دي وازاي نعملها انا ريبورتنج نعمل ازاي نعملها summary's هو reporting للناس اللي ايه الناس اللي برا الشركة ده الكونسبت والفريمورك مزاي ما شايفينه هو ما فيش قوانين محددة بتقولك اعمل كزا لأ ده هو اتجاه مجرد اتجاه عام للمحاسبة طيب احنا نفتنا الكونسبت والفريمورك عاوزين نعرف احنا لهي محتاجين الكونسبت والفريمورك ايه هي النيد فور كونسبت والفريمورك اهم فيه التالت اسباب السهيئ احنا محتاجيني الكونسيبتور فريم مورك فيه وهنا لسا ايلان هم هنقولهم بتاني لو بصلنا مع بعض اول حاجة بقولك ايه رول ميكينج رول ميكينج اعظوا بايه لو اصنعنا القوانين او اعظوا بايه المعايير should be build on and related to established body of concept لازم معايير تكون مبنية على الايه على شوية مفاهيم السيئة فبقولك soundly developed conceptor framework يعني conceptor framework كويس soundly volume معمول بطريقة كويسة enable the isp هيساعد مجلس معايير المحاسبة دولية to achieve more useful and consistent pronouncement هيساعد الروه يطلع ايه هيطلع معايير معايير مفيدة ومتصقة تمام لو بصلنا مع بعض يقولك ايه حتى تكون المعايير المحاسبية مفيدة يجب ان تستند في وضعها العيكة السبت من الايه مفاهيم والاحداف طيب تاني سبب قالك the framework should increase the financial statements user understanding of and confidence in financial reporting قالك لما يكون فيها conceptor framework كويس ده يدخل الـ users الـ users والـ financial statements اللي هم الناس اللي برا الشركة يفهموا اكتر financial statements ويبقوا وصقين فيها اللي هم عارفين الـ financial statements دي معمولة على معايير والمعايير دي كان معمولة على conceptor framework وهتساعدهم برضو enhanced Comparability هساعدهم من هم ايه يضروا يقارنوا بين الـ financial statements مع الشركات المختلفة زي احنا شايفين بيقولك سوف يساعد على زيادة فهم المستخدمين للقوام المالية وثقاتهم في عملية التقرير المالي كما سيؤدي لزيادة امكانية المقارنة بين القوام المالية للـ للشركات طب اخر سبب ايه بقى قالك The professional should be able to more quickly solve new and emerging practical problems by referring to an existing framework of basic theory قالك لما يكون عندنا concept of framework لما يكون عندنا اطار النظر كويس ده يساعدنا لما تظهر مشكلة جديدة ما لهاش معايير لسه اللي هنقدر نواجه المشكلة دي بسرعة ونحلها زي ما لقدركم لما القاضي تظهر قدامه مشكلة جديدة ما لهاش قوانين لو هو مفيش اطار نظري كويس هيبقى فيه تبقى مشكلة هتبقى مصيبة مش عارف يحله وكل قاضي هيطلع ايه هيطلع حكم على مزاجه فلأ قالك لو انت عندك اطار نظري ثابت هيساعدك اللي انت تحل المشاكل اللي بتطلعلك بسرعة وبطريقة ايه بطريقة كويسة لك يمكن حل المشاكل المستجدب بصورة أسرع بمجرد ايه الرجوع لهذا الاطار النظري السابت طب نبص اصنع بعض على البراجراف ده موجود عندكو في الكتاب بيقول لك بيقول لك ننزل اس وقع مع ذلك الكونسيبت والفريمورك بيدي لايدنس بيساعدك او بيوجهك في حالات كثيرة الفرس ايه مش هيقدر يحسانك فيه يعني ساعة يكون فيه مشاكل انت ترجع للمعايير في المحاسبة الشركات الكبيرة برا بيساعد بيقى عندهم مشاكل مش موجودة في ايه شركة تانية دي حاجة خاصة بيهم فساعدتها مش هلايه معايير يساعده ساعتها يعمل ايه ساعتها بيقى المحاسبة عندهم خبرة وليه experience بيستخدم الاجاتج منت بتاعه عشان يحلل المشكلة دي بس بعد ما يرجع لليه بقى الconceptual framework بس عمتا الifrs ليه الاولاغية فوق الconceptual framework تمام احنا كده عرفنا ايه عرفنا ايه هو الconceptual framework وعرفنا احنا ليه محتاجين الconceptual framework طيب عاوزين نعرف ازاي يتطور الconceptual framework الdevelopment of conceptual framework ارباصنا مع بعض دلوقتي الconceptual framework ابتدى في كام في 1989 سعد 1989 كان فيه عندنا conceptual framework اسمه the framework for preparation and presentation of financial statements الدستور ده او framework ده كان موجود من 1989 بس جيه في 2010 ظهرت المؤسسة الجديدة اسمها IASB اللي هو ماجلس معايرة المحاسبة الدولية الماجلس ذات عمل في 2010 وقال لك انا هغير الايه غير الدستور القديم ده تعدلت او تغيرت بواسطة IASB في 2010 فزا احنا شايفين في 2010 عمل دستور جديد سموه the conceptual framework for financial reporting او الاطار النظري للتقارير المالية ده لسه work in progress لسه IASB مخلصوش او كل شوية بيعادل عليها او بيطلع فيها حاجات جديدة طيب الدستور ده عبارة عن ايه قالك الدستور ده مقسمينه اربع شبعتر او اربع فصول زي ما قلتلكو الconceptor في المواكع والاطار النظري هو عبارة عن شوية مفاهيم نبع من ال ايه من هدف عشان في الاخر نقدر نحقق الهدف ده فطبيعي اللي هتلاقي اللي هتلاقي اللي هتلاقي اول شابتر او اول فصل بتكلم عن الايه عن الهدف ده الاساس بتاعنا فشابتر راين بتكلم عن الايه زي objective or general purpose financial reporting الحدف بتاع وفي شابتر التاني بتكلم عن الايه زي reporting entity خصائص ال reporting entity يعني الشركات اللي بتعمل ال reporting الخصائص بتاعتها شابتر ثري بتكلم مع characteristics او qualitative characteristics of useful financial information بيتكلم على ايه الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية شابتر فور اللي هو ده ده الفريمورك نفسه اللي هو ايه هيساعدنا اللي احنا نحقق الهدف بتاعنا طبعا الاربع شابتر دود احنا نفهمهم مع بعض ان شاء الله في الشابتر ده بس مش هنفهمهم بالطريقة دي مش هنقسمهم شابتر لا احنا نقسمهم levels طيب اه اول حاجة شابتر 1 و الثري ده ده شابتر جديدة لسه معمولة جديدة اسب لسه مجددة يعني المكنش موجودة في الدستور العديم شابتر 3 دي شبيهة تر جديدة وفصول جديدة مكانش موجودة في الدستور القديم شابتر 2 ده فاصل ده فاضي ما فوش أي حاجة لسه لسه الاسب ما كتبش فيه حاجة هو مجرد بس كتب العنوان ووصبه فاضي لسه ما كتبوش شابتر 4 اللي هو الframework هو الفاصل ده نفس الفاصل اللي واخدينه لما دستور القديم اخدناه زي ما هو الدستور القديم وحطناه في الدستور الجديد لغاية ما الاسب يلاقي وقت الا هو يعدله او يعمل له ايه يعمله افديت تمام وحنا زي ما قلت لكم الحنا نعرف الاربع شبتر دولت بس مش هنقسمهم شبتر هنقسمهم LEVELS زي ما احنا نشوفهنا في الاول في الشكل المثلث ده بس قبل ما نفهم مع بعض او قبل ما نقسمهم LEVELS عاوزيني نعرف شابتر 4 ده اللي هو The Framework فيه ايه ما نبالك The Framework ده شابتر اللي هو فيه الii framework نفسه بقى ففي شابتر فورد ده اللي هو The Framework برا عن ايه قال لكه It was developed prior to the creation of the IASP الشابتر ده من دستور القديم اللي هو كان موجود اساسا قبل ما ال IASP ايه يتعمل But it is considered part of the concept of framework ومع ذلك احنا بنعتبر جزء من الدستور بتاعنا الجديد Until ايه Until it changed or updated يعني بنعتبر جزء الغيتمال ايه من ال IASP يغيره او يعدل عليه طب الشابتر ده بيشمل ايه يشمل ال Underlying Assumptions ال Assumptions بتاعت الاكاونتنج واهمها ليه ال Going Concern Assumption يشمل ايه تاني ال Elements و Financial Statements بعرفك على Elements الموجود في Financial Statements الهي Assets, Liabilities, Equity, Revenue, Expense تالت حاجة ال Recognition of the Elements و Financial Statements ال Recognition ايه زي هاسجل او امتى هاسجل او اعترف بالElements دي دي زي ما اطلقوا لهو Revenue Recognition واليه Expense Recognition Principle ربي حاجة ال Measurement او زي Elements و Financial Statements يعني اذا هي ايسي ال Elements و Financial Statements حيسب ال Historical Cost ولا بال Fair Value طبعا كل الكلام ده هنعرفه مع بعض اخر حاجة بيعرف كان ايه هو ايه هو ال Capital او ال Capital و ال Capital منتنس طبعا دي مش هنليجي نحيتها ان شاء الله زي ما احنا شايفين انا اطلقوا و هنقسم الى الاربع chapter هنقسمهم للتلاتة Levels زي ما انتم شايفين اول Level اللي هو بيتكلم على ايه The Why أو The Purpose of Accounting ده الهدف ده الهدف بتاعنا او غرض المحاذبة احنا ليه عبليه من المحاذبة فاشا كي يسموه The Why الليه تمام طب اصبح Level اخرين يفوق اللي هو How اللي هو اللي هو اطلقوا بها ايه الهدف ده فلو و بصينا مع بعض The Overview of Conceptual Framework بتقسم من كم Levels لتلاتة Level فسي ما احنا شايفين The First Level identify The Objective of Financial Reporting انا قلت لكم الهدف بتاع The Financial Reporting نقل نحنا ايه اللي احنا نطلع The Financial Information Externals Parties The Second Level ده زي ما احنا شايفين متقسم لجوز ايه جزء بيتكلم على ال Qualitative Characteristics ودي تعتبر أهم حاجة في الشابطة اللي عندكم هتسايروا فيها كتير لخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية والتاني هي جزء اللي هو Elements اللي هنتوا عارفينها بالترميل اللي فاته هي Assess Ability's Equity Revenue Expense فدي بتعتبر يديم مفاهيم أسية هتتطربط ما بين الهدف اللي هو في ال Level أوليني وال Level الثالث اللي هي الأدوات اللي هتساعدنا نحاق الهدف ده فال Level الثالث ده في الايه؟ في الأدوات اللي هتساعدنا نحاق الهدف اللي هي الإيه؟ Recognition Measurement و Disclosure مفاهيم الاعتراف والقياس والإيه؟ والإفصاح فهما في ال Level ده احنا نقسمهم تلات حجائك إلى Assumptions بتاعتنا والPrincipal والإيه؟ والConstraints ان شاء الله احنا نتكلم على القطة ال Level الثالث بالتفصيل في الفيديو اللي جاي مش عايز نطور عليكم في الفيديو ده ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنشرح ال Conceptual Framework و هنحل إيه؟ نحل عليه إن شاء الله موسيقى 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 موسيقى